موسيقى لقاء ثلاثي وشيك حول سد النهضة فإثيوبيا والسودان اتفاقط على عودة المفاوضات المتعثرة بعد إعلان الخرطوم في شهر نوفمبر الماضي عدم جدواها بشكلها الحالي أما مصر فتكرر دائما أنها منفتحة على أي دعوة للتفاوض مدامت تؤدي إلى التواصل لاتفاق ملزم لقواعد ملء وتشغيل السد ببقى متفائل كلما استعادنا الحوار يمكن تبقى شوية قلق لما الحوار يطاقف يبقى كل طرف يفكر وحده اعتراضنا هو على أسلوب الملء السريع هيأثر علينا أو أسلوب إدارة الخزان نفسه ثم خطورته على التربة التي قد تهدد السودان بالغرق لو حدث لا قدر الله انهيار لهذا السد الخلاف المستمر حول النقاط الفنية والقانونية وما زاد عليه من عدم توافق حول منهجية التفاوض ذاتها يرى معه خبراء ضرورة تحرك سريع في مسارات أخرى يمنع إثيوبيا من اتخاذ قرارات وحادية لا سيما مع اقتراب موعد الملء الثاني لو إثيوبيا وضعت الخرصانة وعلت هذا الجزء من ارتفاعه الآن 70 متر إلى أنه يبقى 100 متر معنى ذلك أنه سوف يحجز 18 مليار متر مقعب الصيف القادم حجز مؤكد لأنه لا يوجد بوابات تمرر هذه المياه وبالتالي هنا لازم مصر والسودان أنهم دلوقتي يشترطوا على الجانب الإثيوبي أن لا تتم هذه الخطوة إلا بعد التوافق خيارات دبلوماسية وقانونية محدودة أمام دول المصب تلوح في الأفق ما لم ينجح الأطراف الثلاثة في حل حالة الموقف المتأزم مصر مطالبة أيضا بعدم الانتظار كثيرا أمام المماطلة الإثيوبية وأيضا مصر في حالة استمرار هذه المماطلة وعدم وجود إرادة إثيوبية جد فيجب أن تلجأ إلى مجلس الأمن هي والسودان معا في إطار من التنسيق القانوني حاشدة كل الحقوق القانونية والفنية وهي عديدة وكثيرة سنوات من المباحثات المباشرة وغير المباشرة برعاية إقليمية ودولية حول سد النهضة دون إحراز تقدم يذكر والحديث عن آلية جديدة للتفاوض يراه مراقبون بمثابة العودة لمربع صفر خصوصا مع اقتراب موعد الملء الثاني للسد في شهر يوليو المقبل تعثر لا يزال يراوح مكانه ومفاوضات عادة خطوات للوراء حسب مختصين لكن رفاهية الوقت والانتظار لم تعد متاحة لمصر والسودان أمر قد يعجل باللجوء لتصعيد قانوني وسياسي من أجل التوصل لاتفاق ملزم يراعي مصالح الجميع محمد محدين الحرة القاهرة